موسيقى السلام عليكم مشاهدين وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العاشرة ونخصصها للحديث عن الإجراءات الأمنية التي تخذتها قيادة عملية البنيان المرصوص لتأمين مدينة سرط ومن بين هذه الإجراءات الإعلان عن فرض حظر التجوال في المدينة وضواحيها ابتداء من الثلاثة من الثامنة مساء إلى السابعة صباحا هذا الإعلان بحسب المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص جاء بعد رصد تحركات لعدد من الفلول الهاربة لما يعرف بتنظيم الدولة جنوب مدينة سرط فما هو حجم هذه التحركات التي أدت لاتخاذ قرار حظر التجوال وما طبيعة المخاطر التي قد تهدد أمن مدينة سرط وما نوعية العمل الأمنية الذي يجب تنفيذه لمواجهة أي مخاطر تتهدد المدينة وسكانها وأيضا كيف ستؤثر هذه التطورات على عودة العائلات النازحة وتوفير الخدمات الضرورية لها وما مستقبل إعادة الأعمار في مدينة سرط في غياب الدعم المحلي والدولي نطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيوفنا في العاشرة عبر الهاتف معاون آمري غرفة العمليات الميدانية بسرط الهاددرا ومن سرط نائب رئيس لجنة إعادة النازحين إلى سرط طاها حديد وعبر سكايب معنا من روما الناشط السياسي محمد فؤاد وعبر الهاتف من عمان الخبير في الجماعات الإسلامية حسن أبو هنية نرحب بكم ضيوفنا وقبل أن نفتح باب النقاش في هذا الموضوع نتابع أولا التقرير التالي بعد مرور أكثر من شهر على بدء عودة العائلات النازحة إلى مدينة سرط أعلنت عملية البنيان المرصوص فرض حضر للتجول بشكل كامل في المدينة وضوحيها من ساعة الثمينة مساء وحتى السابعة صباحا ابتداء من الخامس عشر من الشهر الجاري حتى إشعار آخر هذا وقد أفاد المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص بأن فرض حضر التجول في المدينة جاء بعد رصد تحركات لفلول ما يعرف بتنظيم الدولة جنوب المدينة وقال الناطق باسم العملية محمد الغسري إن إعلان حضر التجول في المدينة جاء كإجراء احترازية فرض حضر التجول رغم استقرار الأوضاع الأمنية بالمنطقة يعيد إلى الأذهان المخاوف من استمرار خطر التنظيم في ليبيا وهذا ما كان قد أكده رئيس المجلس الرئاسي فيز السراج في ديسمبر الماضي وقت إعلان تحرير سرط أن محاربة الإرهاب في ليبيا لم تنتهي بعد دوليا وبعد تقديم الولايات المتحدة دعم الجوي لقوات البنيان المرصوص في حربها على ما يعرف بتنظيم الدولة إلا أن البنتاجون أبدأ تخوفه من استمرار خطر التنظيم رغم خسرته جميع الأراضي في سرط وهروب عدد من العناصر التابعة له جنوب المدينة ومع استمرار عمليات التنشيط وإزالة الألغام من المدينة لم تتوقف عمليات الرصدي والطلعات الاستطلاعية لتعاقب فلول ما يعرف بتنظيم الدولة بتعاون مع طيران الدعم الدولي الذي قام بشن غارات جوية في يناير الماضي ضد مواقع للتنظيم جنوب المدينة هذا وقد أكدت وزارة الدفاع الأمريكية وقتها التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم جهود ليبيا في مكافحة التهديدات الإرهابية ومحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة والقضاء عليه نهائيا وأشارت إلى أن الغارات الجوية تساعد على إضعاف قدرات التنظيم والحد من نشاطاته ومع أن خطر التنظيم يبقى قائما مع رصد تحركات جنوب مدينة سرط إلا أن ذلك لم يمنع من عودة ألاف العائلات إلى منازلها وقد تجندت قوات البنين المرصوص لذلك عبر تأمين مداخل المدينة ومخارجها وإقامة بوابات تفتيش لتجنب حدوث أي طارع وقد ساهم استقرار الأوضاع الأمنية في المدينة في عودة الحياة إلى طبيعتها مع فتح المدارس لأبوابها واستئناف العمل في عدد من المحل التجارية والمؤسسات الخدمية وتجهيز بعض المرافق الأخرى لتسهيل عودة بقية العائلات وتقريب الخدمة إليها بداية معك سيد دراه لو تعطينا فكرة عن الوضع الأمني في سرط وأيضا في ضواحيها خاصة بعد إعلان حظر التجول في هذه المناطق أولاً نعم مساء الخير ليك وليك في الكرام وليك شاهد قناة ليدو الأحرار أهلاً بك أو لمراقبة حديدة مدينة سرسة عامة هناك فرص هنسة العسكرية وفرص كافحة الجريمة تقوم بالكشف على الغام والمفخاخات أما أنها طرحها بخصوص حضر التزوار داخل مدينة سرسة حضر التزوار في مدينة سرسة هذا معلم من فترة طويلة من بعد السحر مباشرة كان هناك حضر تزوار مدينة سرسة نظراً أن المدينة ما زال استحار في تلك النحظة وما زال هناك فقايا من الضواعق والغام والمفخاخ وما زال مستمر إلى هذه اللحظة الآن التزوار من الساعة الثامنة إلى الساعة الثامنة بالفترة الحالات الإنسانية الحالات المرضية أو بعض أقراض البنين المرضيين عندما تنقلون من الموقع إلى موقع أو مبوضة وإلى الله الحمد للحب الآن لم تحدث أي اخترافات أمنية بفترة بعض الإشاكل بعد عائض الصعب العائلات إلى مدينة سرسة بعض المشاكل تحدث في كل المدينة الليبية هناك جهاز الغرفة الأميرة المشتركة قائمة بواجبها على كل موجه تحدثت عن وقوع بعض المشاكل سيد دراه وأعذرني المقاطعة أي نوع من المشاكل هنا تقصد؟ أقصد المشاكل حتى المشاكل العالية التي تحدث بين كل أسرة وبين كل منطقة إذا يعلم الجميع أن أهالي مدينة سرسة لمهجرين هناك من رجع واجب من منزلي مدمر هناك من رجع واجب من منزلي مدمر مدمر أيضا فهذه الحاجات وهذه الأشياء والغربة التي تتعرض لها أهلين في مدينة سرسة قبل أن يقوموا بجانب مخصص بتحريرهم أيضا عوضة الكبت والمشاكل تحبط كل المشاكل في كل مدينة مشاكل زراء الاختراقات تجاوزات شباب هذه المشاكل البطيطة تحبط أكثر لقل ولا توجد أي مشاكل أبنية للحمد العبران طيب قبل أن نذهب إلى ضيوفنا الآخرين هناك أيضا نقطة أخرى نود أن نستوضح بشأنها يعني حتى نخوض نقاشنا في هذا الموضوع منذ إعلان تحرير سرق ما زالت عمليات الاستطلاع مستمرة فوق المنطقة الوسطى ما حجم وطبيعة المخاطر التي تم رصدها في محيط مدينة سرق خاصة وأن الأعلان عن حضر التجوال بدءا من الثلاثاء تم تسبيبه برصد تحركات لبعض الفلول الهاربة لما يعرف بتنظيم الدولة حربنا أخي بكريم حربنا مع داعش لم تكن حرب على الأرض وكما أجلت في الحصابة لم تكن حرب من خلاك حرب لأننا كان الغاية والغرب من حربنا هو تدمير قوى الداعش والخضاء عليها حتى لا تهرب بالضيئة لأننا نترك لهم إلى الفترة الحرب ومن شرنا نفسهم مرآة من الخروج خوفاً لن يلتجوا إلى بعض المدر المجاورة ولكن هناك بعض الجنوب داعش القارة أو الوقت التي تسمي من مدر أخرى من الجنوب الليدي وتصلت إلى المنطقة بكل تأكيد هناك خوف من تواجد تنظيم الدولة هو تنظيم الدولة تطلق عن تنظيم منظم وطنظيم قوي فتضيل على ذلك ما يفعلون به الآن في الموصر وفي العراق والقوات الأمريكية تصفح عليهم أيضاً وذلك هذه القوات المرسوسة لسرط لإمكانيات البسيطة وبالأسلحة التقليلية القديمة قد تطاربهم في الصحراء طيب لا يوجد مشكلة لما نطاربهم أو لما نجد عميس الوقاية خير حتى لا ترجع من جديد قوة داعش طيب سيدة بوهنية رفع حالة التآهب ومستوى التحركات الأمنية في سرط وأيضاً إعلان حالة حظر التجوال ليلاً يدفع إلى الواجهة بالسؤال عن كيفية الحفاظ على المكاسل بالأمنية التي تحققت في سرط وضمان عدم عودة التنظيم إلى المدينة أو سيطرته على أراضي أخرى في ليبيا ما الطريقة المثلة برأيك لمواجهة التنظيم بهذه المواصفات أعتقد هناك جملة من الإجراءات المركبة نعلم كما قلنا مبكراً بأن عملية الإخلاء وهي السيطرة المكانية على سرط هي تعتبر ربما تكون على الرغم من صعوبتها لكن ربما هي يجب أن تكون مقدمة لعمل إعادة إعمار وبالتالي عمل استخباري بالتأكيد في تأمين المنطقة ليس بسهولة مع وجود تنظيم متمرس في عرض الإصابات لأنه قلنا بأن هذا التنظيم سرعاً ما يتحول من حروب السيطرة المكانية إلى حروب الإصابات وبالتالي يعيد بناء نفسه في منطقة جنوب سرط وبالتالي يعيد التواصل مع بقية الأعضاء أو الخلايا الموجودة في مناطق متعددة وقد يحاول الكرة ومحاولة السيطرة لاحقاً لكن بالتأكيد هذه الإجراءات إذن ربما الفيناريو الأكبر هو شن عمليات انتقامية عبر إما سيارات مختخخة إنجماسيين انتحاريين أو عمليات بواتناس وغيرها من التكتكات القتالية الذي يستخدمها التنظيم وبالتالي هذا يطلب سياقضة أمنية وعمل استخداري كبير وعمل بالتأكيد حوارز ومرافقة بعملية عادة سناء المدينة وبالتالي نزع أسباب التطرف على المستوى أو على المدى المتوسط والبعيد لكن الإجراءات السريعة لابد أن تكون الطبيعة أمنية السريعة ومترافقة من حضر واستعداد لكل هذه التقليات والتكتكات التي يستخدمها التنظيم لأن التنظيم في النهاية هو خرج عن السيطرة المكانية لكن نعاد إلى التكتكات الأساسية وهي حرب الطبع طيب قلت التنظيم سرعان ما يتحول من حالة السيطرة المكانية إلى حالته الطبيعية وهي شن حرب أشبه بحرب العصابات لكنه ظل لأشهر بعد دحره من سرط لا يشكل أي مخاطر الآن مسألة رفع حالة التأهب وفرض حضر التجول بعد هذه الأشهر هل يعني بأن هذا هو التوقيت الطبيعي يعني عودة أي تنظيم من انكماشه بعد خسارته إلى حالة الهجوم أو البحث ربما عن تنفيذ مثل العمليات النوعية التي ذكرتها بالتأكيد هو التنظيم معلم بأنه يتغفر على جهاز أسكري وجهاز المستخدار بالإضافة لأجهزة الإعلامية والشرعية وبالتالي هذا العمل ربما يغيب الآن هذا المستويات المتعلقة بالإعلام ومتعلقة بالدعاية ولكن سوف يعمل على مستوى الاستخدار والأمن وبالتالي هو ربما يراقب بشكل جيد ما الذي يحدث الآن وبالتالي ما هي الاختلالات التي تتوافر في عملية السيطرة في البنيا المرصوص لأنه ربما تحدث هناك كما نعلم بعد السيطرة أحيانا يحدث عملية نوع من الارتخاء الأمن أو الاطمئنان وبالتالي تصبح الإجراءات غير دقيقة وغير مشددة وبالتالي يستنفذها ويستثمرها التنظيم مع وجود بالتأكيد ربما بعض المتعاطفين بعض الخلايا بعض الثئاب المنفردة كل هذه العمليات يجب أخذها بالحسن لتلافي وقوع اختراقات على مستوى كبير طيب سيد محمد فؤاد برأيك عدم ربط حظر التجوال في السرق بمدة زمنية محددة هل يعكس المخاوف التي تثار عن خطر ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا ومحاولته عدد تنظيم نفسه والهجوم من جديد ربما وتنفيذ بعض العمليات في بعض المناطق بسم الله بحية لك أهلا بك لدينا تجربة سيئة مع مدينة سرط والتي حصل فيها السنوات الماضية كل يعلم أنه مدينة سرط بعد تم تحريرها من القذافي تركت لم يهتم بها كثيرا وكانت النتيجة هي سيطرة داعش على سرط الآن أعتقدنا عملية الفرنيان المرصوص لا تود أن تشاهد نفس المشكل من جديد في مدينة سرط ولذلك يعني أتفهم جيدا أن المفروض أن الموضوع الأمني يكون له الأولوية القصوى على أي موضوع آخر وخصوصا أننا نحن نعرف أنه في قوة أخرى من داعش يعني خرجت من برغازي يقولون أنها اتجهت إلى وادي زمزم في قرب بن وليد ولكنها ليست بعيدة عن سرط وربما نشاهد من جديد يعني دخول هذه القوة إلى سرط وأنا كنت أعتقد أكتر أن الأودية الجبلية في الجنوب هي أكتر أمانا بالنسبة لداعش لأن بعد تجربتهم مع سرط أعتقد أنهم لن يكرروا التجربة من جديد ولكن يبقى الموضوع الأمني كما قلنا موضوع من جديد طيب أعود مرة أخرى إلى سيد راه إلى حين تأمين الاتصال مع سيد حديد الذي لم نتمكن من التواصل معه حتى هذه اللحظات وأسأل هنا سيد راه عن بعض مما تنقلته وسائل إعلام أجنبية تحدثت عن وثائق قالت بأن تم العثور عليها في سرط وكشفت ربما هذه الوثائق جانبا من استراتيجيات ومخططات التنظيم في ليبيا ما مدى صحة هذه المعلومات هناك فعلا عندما قام القوات مدهمة جاعش وصدوا على جاعش دخلت إلى مقرات لميدارات هناك وطائق عدة ولكن لا أجل أنها وطائقة سرية أو وطائق ذير سرية هناك جهة تبنية كل مترية هذه الوطائق وكل هذه الوطائق والإجراءات والمعلومات التي بداخل هذه الوطائق ستطلع في حينها بعوان الله بعد تقصيل حقاية فيها وأن نحاول تباستفادة منها حتى استفادة منها دول الجوار تبنينها العالم أن قوات مدهمة مرسوسة أنها تبط وطائق عن داعش جاعش وتنظيم عالمي وقوات مرسوسة خاربة عن العالم فهذه الوطائق موجودة بعوان الله عند الجهات الأمية السابعة لقوات مرسوس وسوف تقوم بإخراجها في الأخطة المناسب في حالة تباستفادة منها لدول الجوار أو للعالم بإتساعدهم بالقضاء على التنظيم الدين وهذه أو مسك خيوط عليهم أو بلائم معينة وكانت مركزاتهم في العالم وخطتهم جهاتهم وجهات الـ 27 كل هذه الأشياء بعين الله ستظهر في حين وإن شاء الله بعون الله طيب هل يتم الآن التعامل مع هذه المعلومات التي تحملها الوثائق في إطار القضاء على فلول التنظيم والحلولة دون استعادتها لتمركزاتها واستعادة استعادة قوتها السابقة للقيام بأي أعمال سواء في سلط أو في مناطق أخرى هذا شيء مؤكد رجال الأمن والرجال المخابرة العامة يشتغلون وقوات الأمن داخل بلادنا على هذه النقاط وعلى هذه الأشياء من محاولة باستفادة منها حتى لا يعود من الدولة إلى مدينة السلطة هنا مدينة نريد فقط فهمنا كل مدينية الشيء اللي يجعل قوات الأممارسوس هو عدم عدم رجوع قوات داعش إلى السلطة أو إلى ليبيا أو حتى الجوار دعون الله إن شاء الله طيب في هذا السياق هل يوجد أي تعاون حاليا مع طيران الدعم الدولي مع توفر بعض المعلومات والحديث عن تحركات لفلول التنظيم هل هناك تنسيق ربما لتنفيذ ضربات مشابهة على غرار الضربة السابقة التي نفذها طيران الدعم الدولي وأسفلت عن مقتل حوالي ثمانية عناصر من التنظيم طيران الدعم الدولي في دولتال لا يدعم في مدينة في مدينة في داعش في كل المدينة في كل المناطق في العالم في سوريا في العراق وهذا لأن التنظيم هو تنظيم عدو العالم وليس عدو الليبي فقط أو عدو داعش في داعش في كل الحال عالم وفي كل الحال يرقب في داعش كثيرا لا أعرف مدى قوة داعش ومدى العمليات الابتحارية وخطور داعش في العمليات الابتحارية والعمليات الابتحارية طيب سيدة ابو هانية بلايك ما مدى إمكانية أن يجد التنظيم حاضنة له في مدينة سرط ربما تساعده على تشكيل تهديدات للمدينة أو ما حولها من مناطق بعد أن عايش سكان سرط يعني فترة مريرة كان التنظيم يسيطر فيها على المدينة وبدل فيها شكل الحياب الكامل في داخل سرط يعني بعد هذه التجربة التي عايشها سكان سرط هل من المحتمل أن يجد التنظيم حاضنة اجتماعية في وسط مدينة كان يسيطر عليها وتخلصت من سيطرته ممكن أعتقد أن هذا رهن بعملية أساسية وهي عملية ما بعض التحرير بمعنى هل هناك عمليات عادة إعمار حقيقي وبالتالي تنمية مستدامة حقيقية لكن إذا بقيت الأمور كما يحصل الآن ليس فقط في سرط في مناطق عديدة من طيب التنظيم الدولة هذه الإشكالية الكبرى في المبحوط الآن دوليا في ما يحدث مصير الرقا أو الموصل بمعنى إذا لم تتم عملية فعلا إعادة أموار وتنمية مستدامة فبالتالي تنظيم يجد له خلايا وكذلك بعض الحواضن الاجتماعية وشبكات الإسناد والدعم لأنه تصبح عملية غضب شديدة وبالتالي تصبح هناك هجرة عكسية كما حدث فيها العراق في فترة كتريوت عندما تم إدماج الصحوات وكذلك بعض القوة السنية ولكن بعد فروج أمريكية تم عملية هجرة معاكسة لأن كل هذه الأطراف أصبحت غاضبة على هذه العملية بشكل أو بآخر ولذلك هذا أهمية مسألة على المدى المتوسط البعيد باهتمام بمسألة العملية بإعادة الإعمار والبناء والتنمية وبالتالي يعني تلديت الاحتجاجات الأساسية ثم قبل ذلك بالتأكيد نحن بحاجة في ليبيا كما هو الحال في مناطق عديدة من مناطق النزاعات والصراعات كالعراق وسوريا إلى حل شامل مع وجود منكسامات التنظيم بالتأكيد كما هو الحال في مناطق عديدة إلى مناطق يعني هذا الجدل وعدم بناء الدولة والخلافات ثم يعود الكرة وبالتالي الأمور تحتاج إلى عمل قريب على مستوى الأمن والأسكري لكن عمل على المستوى المتوسط على تأمار وتنمية وعلى مستوى البعيد على المستوى الأيديولوجي والفكر يعتقد هذه العملية مركبة تحتاج إلى دولة اتداء وجهاز مركز للتصارات كذلك جيش وطني حقيقي وليس يعني الماليشيات متفرقة هنا وهنا طيب في حال غياب هكذا عمل من نوعية عادة عمار وتاهية الظروف الحياتية لسكان المدينة ما المدى الزمن برأيك الذي يمكن أن تتشكل معه بأجتماعية توفر حاضنة لعودة التنظيم بمقدار أعتقد يتناسب عكسا وطبا مع مسألة الإجراء على الأقل نعلم أنه لا يمكن إلا يتنظيم وتنظيم الدولة خاصة أن يعتاش إلا على قضية على أيديولوجيا تتوافر على نوع من القضايا العادلة إذا شعر أهالي سفر على سبيل المثال بنوع من الإقصاء والتهميش وأيضا الإذلال هو ضغدان الكرام فبالتأكيد أن تصبح هناك ليس بالضرورة أن يكون هناك حواض ولكن تكون هناك عمليات أشبه برد فعل انتقامية لأكثر أو سوء التقدم في العملية السياسية والخلافات الموجودة ومن يدير المدينة وطلة الموارد مع المشاكل العديدة التي تشهدها ليبيا عموما أعتقد بأن الأمور تصبح مضاعفة ورذلك هذا رحم بالعودة شهن كيف أن تنظيم داعش الدولة قد ينسحب مثلا من تدمر ثم يعود بيها ثم يسترجعها النظام وفي المحاوز بيدي مع سوريا وكذلك تعقيد وتحتاج إلى بيئة سياسية حاضنة بمعنى تنزع هذه بيئة طاردة للتطرف وعملية الإرهاب وبالتالي ثم بعد ذلك تعملية إذناج سياسي حقيقي وبناء دولة طيب سيد فؤاد سيد أبو هنية يشار إلى الأثار السلبية لحالة الانقسام السياسي برأيك وسط تطورات الصراع السياسي بين الأطراف الليبية ما حجم شغال القيادات السياسية بمخاطر التنظيم واحتمالات أن يعيد تنظيم نفسه من جديد أخشى أن أكون مخطئا ولكن يقرب من صفر لا أعتقد من قيادات السياسية الآن عندها أي اهتمام حقيقي بما يحدث في سرد أو يحدث في أي منطقة أخرى أشاهد الليوم الصراعات في طرابلس الصراعات السياسية في ظل الضعف الشديد لحكومة اللفاق الوطني ولسيد سراج رئيسها لا أعتقد حقيقة أن هؤلاء السياسيين قادرين حقا على حل المشاكل طيب برأيك كيف يمكن لفت انتباه تلك القيادات إلى ضرورة الانشغال على الأقل جزئيا أو نسبيا بشكل يتماشى وحجم الخطر الذي يشكله التنظيم والله الحقيقة يعني أنا لا أرى أمل كثير في هؤلاء السياسيين الموجودين يعني شهدنا فشحهم في أكثر من لا بأس عليك سيد فواد ممكن أن إذا كنت غير قادر على الإجابة الآن قد أذهب إلى سيد دراه وأعود إليك مرة أخرى سيد دراه قوات البنيان كانت تعرضت يعني بحسب تصريحات لقيادات العملية تعرضت لضغوطات قالت إنها تفوق إمكانياتها وتتجاوز حتى الصلاحيات الممنوحة لها كيف تؤثر هذه الضغوطات سيد دراه على الواجب الأمني لقوات البنيان في بيان سابق لقوات البنيان تحدثت عن وجود ضغوطات تؤثر على العمل القوة يعني نتسأل ما حجم هذا التأثير ما طبيعته ما القصور الأمن الذي قد ينتج عن هكذا الضغوطات الضغوطات التي تعرضنا على قوات البنيان المرشوط هي الضغوطات الميادية وعدم توفر الإمكانيات فقط عدم توفر الإمكانيات من ناحية الطرشيط من ناحية رجوع العائلات من ناحية ثانين مدينة السرط القوات البنيان المرسوس لديها مدكرات لديها إجراءات إدارية سامة بشان تسليف رسل بنيان نبيان السرط وصرف مرسلات لها وراء الرجال ومكافأتهم تكونون سيد الصادر الآن بنيان نبيان السرط والمحافظة عليها والمطار بالدواعش دي الكانيات بسيطة دي الكانيات مدين السرط فقط وليس الكانيات الحكومة لحد الآن لم تقدم بقوات البنيان المرسوس منذ التحرير لا مطلوب منها من ناحية جعم المالي حتى يتم توفير المكانيات يتم السيطرة بالكامل والاستمرار في تنمين نبيان السرط من الداخل والمخال هذه الدغوطة الوحيدة التي تعرضناها قوات البنيان المرسوس هي عملية عسكرية بحكة تخصصها ومتراسة سرط للتحرير من الدواعش من الدخل لها جاي ضغوطات أخرى أو يتجي برسولتية أي بشأن تخصصها سرط مصراط وفقا للتكليف الصادر لها من المجلس الرئاسي لكن السؤال الأهم الذي يبحث عن إجابة هو هذه الضغوطات هل يمكن أن تخلف أو تنتج قصورا أمنيا يسمح لفنور التنظيم بالعودة لتنفيذ أي أعمال من أي نوع في داخل بكل تأكيد هذه القصور المالي وعدم الامتباع الحكومة لهذه القوات كما دكر ضيف الحكومة لم تهتمت هذه الفترة الأخيرة بقوات المنطس وكل هم مواصف في دواعات سياسية هو في طبر أو في سرط أو في أي مدينة أو في طرابلس لم تهتم هذه المشاكل التي تعاني من القوات المنطس تتؤثر تلبا على الأمن بخل مدينة سرط وما يجعل ثوار وأبناء بريان وصف توجدون الآن مدينة سرط هو 761 شهيد كثلث جريع احترام لهم هذا السبب الرئيسي الذي جعل أبناء بريان منصوص لهذه اللحظة يقومون بسمين نبيل السرط وعلمت أن جل المواسطات في نبيل سرط قام بتفعيل الجوازات تم بعوالله السبب الرئيسي تفعيل مديرية الأمن الجامعة بعوالله هي الفترة القادمة تستغل هذه الأشياء كلها قابل بها قوات البيان المنصوص بدون دعم مالي بدون أي شيء للحكومة والحكومة لم تنظر لهذه القوات منذ التعرير مدينة سرط طيب سيد فوادي إذا كنت جاهز للإجابة الآن كنت قد سألتك عن الطريقة للفت انتباه القيادات السياسية إلى ضرورة الاهتمام بهذا الملف الأمني الملح مسألة التحركات التنظيم واحتمالية أن يعود هذا التنظيم بأي شكل من الأشكال في الحقيقة نستم تفائلا بوجود هذه الطبقة السياسية في البلاد وخصوصا حكومة الوفاق الآن الأمور كما يعلم الجميع في طرابلس نفسه العاصمة سيئة جدا ولا يستطيع المجلس الرئاسي فعل شيء بل ربما هو يزيد الأمور سواء فما بالك بمدينة سرط اللي يتبع حوالي 500 كم عن طرابلس في الحقيقة هذه الطبقة السياسية يعني هي زادت في الكوارد في ليبيا هو سبب وجود داعش هو هذه الخلافات السياسية التي لا تنتهي والتي لا يبدو أنها ستنتهي قريبا قصر نظر السياسيين الموجودين لدينا وعدم فهمهم لخطورة الوضع أوصلنا إلى هذا الوضع اللي احنا فيه المأساوي فلا أعتقد أن هؤلاء المفلسين حقيقة بإمكانهم فعلا حل هذه المشكلة والكل يعلم أن عملية البنيان المرصوص صحيح صار لها بعض الدعم من المجلس الرئاسي ولكن معظم الإمكانيات التي جاءت كانت حتى من تبرعات فردية فلا أعتقد حقيقة أنه إذا كانت في أثناء العملية كان قاصر دعم المجلس الرئاسي ماذا سنتوقع منهم اليوم سواء هم أو غيرهم من السياسيين لأن حقيقة كما قلنا أن كل هذا الوضع السيء اللي احنا فيه بسبب هؤلاء السياسيين وخلافاتهم التي لا تنتهي اللي وسطنا للوضع السيء أو المأساوي اللي احنا فيه في كل ليبيا وليس فقط في سرق طيب سيدة بوهنية الولايات المتحدة منذ تحرير السرق تقريبا أعلنت تخوف من استمرار خطر التنظيم في ليبيا برغم الهزائم التي لحقت به على أيدي قوات البنيان المرصوص يعني في هذه التصريحات الأمريكية بالتأكيد المخاوف ليست عمليات فردية أو تنفيذ بعض الأعمال الإجرامية في منطقة أو في بعض المدن بالتأكيد الولايات المتحدة تشير إلى مخاطر أكبر من هذه المخاطر الأمنية على المستوى الضيق برأيك ما طبيعة المخاطر التي تخشى الولايات المتحدة أن يشكلها التنظيم بعد هزيمته في سرط نعم أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك خبرة واسعة في التعامل مع تنفيذ الأولى وكذلك القاعدة لأننا منذ على مدى سنوات منذ 2001 عندما تم اقواء حركة طالبان من أفغانستان ولكن نشاهد الآن عودة مع انسحاب أو يعني انسحاب جزئي الولايات المتحدة الأمريكية ولكن شاهدنا الآن طالبان تسيطر على أكثر من 80% من أراضي وغانستان هذا ما حدث مع تنظيم الدولة والقاعدة في الإراض عندما كانت هناك الولايات المتحدة الأمريكية على مدى منذ 2003 عندما انفعبت 2011 بعد أقل من عامين كان التنظيم يسيطر على الموصل ويسيطر على مناطق عديدة وبالسيال الصار إلى العودة إذن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك تماما بأن ليس مجرد الإخراج التنظيم من سيطرة المكانية يعني انتهاء التنظيم أعتقد أن الحال على المتوافق البعيد هو كما عشر الضيوف لأن ذات المشكلة في إيبيا هي موجودة في إراق في سوريا في أماكن نزاع عديدة وفي طالبان دون إجراء عملية سياسية وتوافق وطني حقيقي أعتقد بأن هذه الخلافات يمكن للتنظيم أن يجد أتباع أو يجند وإستقطد عدد من الغاضبين على سير هذه العملية والتي سم بشكل غير منصف وغير عادل وبالتالي تستطيع عمليات إقصاء وتهنيش هذا ما حدث مع المكون السنوي مثلا في الإراض أو البشتون في طالبان وكذلك في مناطق عديدة على أسس مختلفة وبالتالي يمكن في ليبيا تدرك الولايات خلال الأمريكية بأن تنظيم على الرغم من قرض من بير لكن ليست وهي كما نعلم لم تكن سهلة استمرت منذ مايو أي حتى ديسمبر وتتبذت وكلفت خسائق بشرية ومادية كبيرة إذا ما تحدث هناك أي تراخ أيضا من تدخل الدول على سيد المثال وهناك حدثت أولويات أخرى فبالتالي يمكن للتنظيم بسهول أن يعيد تجنيد استخدام أعضاء سواء من داخل ليبيا أو من دول الجوار وبالتالي يمكن أن يعيد الكرة التنظيم في النهاية له أجندة بعيدة المدى وطويلة وليس هو في عجلة من أنره مع عدم تخوف هو من عدم موجود كما ذكر الضيوف مع عدم موجود طبقة سياسية تدرك هذه المخاطر وهذه الاستقلابات على المستوى الإقليمي والدولي واختلاف الأجندة المحلية والانقسامات سواء كانت على أسوة جهوية أو قبلية أو أيدولوجية كل هذا أعتقد هو ما يجعل ياتهد الأمريكية متخوفة بل متأكدة بأن يمكن أن يعود التنظيم وبالتالي يتعتمد على برنامج طائر في تعقب بعض القيادات أو بعض العناصر هنا ولكن هذه العملية لا يمكن أن تنهي التنظيم تماما وبالتالي يمكن أن يستثمر أي حدث ويعود إلى الواجهة من جديد طيب ابقى معي سيد أبو هانية سأعود إليك فقط أذهب إلى سيد فؤاد وقبل ذلك أشكر ضيفنا الذي شاركنا في النقاش في النصف الأول من هذه الحلقة عبر الهاتف معاون آمر غرفة العمليات الميدانية بسرة عبدالهادي دراه سيد محمد فؤاد تحدثت عن أن تقريبا بحسب تقديراتك نسبة انشغال القيادات السياسية بضرورة الالتفات إلى مخاطر التنظيم في ليبيا تقريبا سفر يعني أنت غير متفائل البتة بهذه النقطة لكن ماذا عن الانشغال الشعبي بهذا الخطر تقريبا يتوحد الليبيون حول أن التنظيم جسم غير مرغوب به في ليبيا وبالتالي قد يكون هذا الانشغال الشعبي معوض لعدم اهتمام القيادات السياسية بالحرب على التنظيم هل يكفي أن يرفض التنظيم شعبيا أم أن هناك خطوات أخرى يجب أن تتوفر حتى يتم دحر التنظيم من كامل ليبيا هو لا شك عدم قبول هذا التنظيم في ليبيا شعبيا يعني له أهمية كبيرة يعني أنا لا أرى أي مستقبل لداعش في ليبيا الكل يعلم من الشعب الليبيين ينفرون كثيرا حقيقة من أمثال هذه التنظيمات يعني وحتى شاهدنا معظم أعضاء هذا التنظيم سواء في سرط أو سواء في غيرها من ربوع ليبيا أكثر بم غير ليبيين حقيقة ربما كانت تمويل ليبي أو شيء من هذا القبيل لأهداف أخرى يعني حتى من مولوا هذا التنظيم كانت لديهم أهداف انتقامية من فبراير لا أكثر ولا أقل أما أن يقتنع الليبيون بهذا التنظيم فهذا بعيد جدا أو أن يعتنق الليبيون أذكاره يعني لن نشاهد أبدا ليبي يفجر نفسه مثلا في عملية انتحارية من النادر جدا لنرى مثل هذه الأشياء ولكن طبعا في نفس الوقت هذا لا يكفي لأن اللي حدث في السنوات الماضية هو كان انشغال السياسيين والثوار والمواطنين العاديين بأمور أخرى بينما هذا التنظيم كان يكبر ويترار ويستفيد من من يريد الانتقام من فبراير صحيح الآن لن يعود لسرط أنا لا أعتقد أنه سيعود لسرط ولكن ليبيا مساحتها كبيرة جدا توجد الأودية الموجودة يعني جنوب مدينة سرط هذه الأودية صعبة ووائرة إذا تمكن منها التنظيم سيبقى مصدر قلق دائم لليبيا وإذا استمر هذا الانقسام السياسي الذي نشاهده اليوم ربما فعلا أن يجد نفسه موطق قدم من جديد ربما لن يستطيع أن يحكم منطقة كبيرة كمنطقة سرط ولكن سيثير قلاق وقلاق الكثيرة وخصوصا أن بعض الأطراف السياسية نحن شاهدنا أن بعض الأطراف السياسية يعني لا تجد مانعا أو حرجا في الاستغلال هذا التنظيم لأهدافها السياسية وهذا واضح وسمعناه يعني المدة الفائتة في بعض التسريبات أنهم يتحدثون عن الاستفادة من أعضاء هذا التنظيم لمحارفة خصومهم السياسيين يجب أن لا ننسى أن كثيرا هذه النقطة بالذات كنا سنسأل عنها سيد فواد وهذا هو الشيطان إذا كنت تستمع عليه الحديث عن محاولة طرف من طرف الصراع استثمار وجود التنظيم في ليبيا هل هناك خشية من أن يسهم ذلك في السماح بعودة التنظيم وربما وصوله إلى مستوى يصعب حتى على الطرف الذي يستثمر فيه الآن أن يسيطر عليه شوف أنا لا أعتقد أن تنظيم داعش في ليبيا له أي مستقبل ولن ينصل إلى ذلك الحجم الذي سيقلق حقيقة الدولة الليبية ولكنه مصد القلق ومصد خطورة للأمن هذه هي المشكلة يعني هو لا شك أن التنظيم استفاد كثيرا من الصراعات الليبية ولا شك أن التنظيم استفاد من بعض الجهات التنظيم يجب أن نقولها تنظيم داعش أتى من درنة إلى مدينة سرط حوالي 800 كم كان من المستحيل أن يسير كل هذه المسافة إذا لم يكن أحد الجهات تفاهم معه أي نوع من التفاهم خروجها الأخير من مدينة بنغازي وذهابها إلى الأودية في جنوب مدينة سرط أيضا كان نوع من التفاهم مع بعض الجهات لأسباب واضحة ومعروفة لاستغلالها سياسيا كما قلت فيه أطراف تقول أنا لا أجد مانعا في التحارف مع الشيطان ولكن أن يصل التنظيم إلى أنه يستطيع فعلا أن يفرض أجنتة على منطقة كبيرة من ليبيا أو شيء من هذا القبيل فهذا غير متوقع وغير محتمل حقيقة لا الليبيين يقبلون بهذا التنظيم ولا يمكن لهذا التنظيم في هذه الطروف أنه يستطيع فعلا أن يتوغل في الأراضي الليبية أو يسيطر على أراضي كبيرة من الأراضي الليبية يعني تقول رهان على الرفض الشعبي لهذا التنظيم سيدة أبو هنية هل يمكن أن يشكل هذا الرفض الشعبي والتعاون بين المواطنين في مواجهة وجود التنظيم يعني حتى في غير مدينة سرق سجلنا أن هناك أشبه ما يكون بهبة شعبية عندما تواجد التنظيم في بعض المدن هبة شعبية حاربت التنظيم ويعني نجحت في دحر التنظيم وطرده من المدن فيما يخص المسألة الأمنية التعاون ما بين المواطنين هذا الرفض الشعبي هل سيشكل حاجزا أمام محاولات التنظيم إعادة تنظيم صفوفه والعودة من جديد أعتقد هذا كما قلت هو رهن بوجود حكومة يستتمتع بنوع من الحكامة الرشيدة وبنوع من المشروعية لأن هذا الأمر شاهدنا في الإراق إذا أخذنا كمثل واضح كان هناك استياء من كل المكونات السنية تقريبا في المنطقة في 2006 2008 وفعلا تم طرد التنظيم لكن حدثت نوع من الإحباط من السياسات التي تبعتها حكومة المالك أنذاك وبالتالي نشأت عملية فيجر معاكسة وشاهدنا التنظيم إرجاء أقوى من قبل ولولا وجود قوات التحالف الثوري لما تمكنت قوات العراقية ولا قوات الكردية ولا غيرها من السيطرة وهي الآن تخوض معارك في محاولة استعادة هذه المدن التي اكتسبتها التنظيم في ساعات قليلة إذا نعتقد هذا رهن بوجود حكومة تتمتع بنوع من الشرعية وكذلك نزع مسألة الإحباط وبالتالي تحدث عمليات يعني هجرة معاكسة وبالتالي لا يمكن المراهنة على المزاج الشعبي المزاج الشعبي قد يتبدل نتيجة عمليات سياسية خاطئة وإجراءات من التهنيج الأخصاص كما فعل المالكي وكما فعل الأسد في قمع الحركة الاحتجاجية أعتقد هذا الأمر يعني في النهاية بالتأكيد لا يوجد هناك الشعب اللي لا لا يريد أن تنظيم كداعش دول إسلامية أن يفرض حكامة السيطرة لكن إذا حدثت عمليات هذه النزاع المستمر فضلا كما ذكر الضيث من بعض التحالفات الموضوعية لأنه فعلا التنظيم يستثمر هذه التحالفات كما حدث المالك كان يظن أنه يستثمر في التنظيم بشكل أو بآخر بترسيق سلطاته ولكن الأمر انقلب بشكل أو بآخر وهذا ما حدث مع الأسد إذن لا يمكن الركون إلى مسألة المشاعر العامة الطاردة للتنظيم لأنها سرعان ما تتحول إذا تولدت حالا من الإحباط واليأس نتيجة فقدان وجود حكومة استمتع بشرعية وتتواطر على إجراء تنمية عادلة طيب في الحالة العراقية وأنت هنا تضرب مثالا على ما حدث هناك في الحالة العراقية كانت العودة لحالة التطرف تحت مسمى تنظيمي جديد ومختلف هل يعني هذا بأن خطر عودة التطرف في ليبيا سيكون تحت مسميات جديدة وبقيادة تنظيمات جديدة أم أن هناك فرصة لأن يعود ما يعرف بتنظيم الدولة تحديدا إلى المشهد من جديد في ليبيا كل السيناريو هات مستوحة لأنه إذا شهدنا ما حدث قبل أسبوعين مقلة في منطقة شمال مالي جنود الظحراء والساحل وبين الشهد والنيجار شهدنا السحاد أربع حركات منها المراضعون مختار بالمختار وكذلك ياد حاجغالي في حركة أنصار الدين وكذلك إمارة جنود الظحراء والساحل وكذلك حركة تحرير ما سينا إذن كل هذه الأطراف التقطت في النهاية رغم أنها كانت متضاربة تتواضر على أجندة متضمم مختلفة لكنها في النهاية توحدت تحت راية واحدة باسم جماعة نصر الإسلام والمسلمين هذه عمليات الاندماجات تحدث بين هذه الجماعات إذا شعرت بأن هناك تهميش وبالتالي كثير من الجماعات ربما تكون بعض المريشيات أو بعض الجماعات الجهادية التي هي غاضبة قد تجد في النهاية تتعاون في إطار آخر قد تكون بمسمى تنظيم الدولة مثلا أو أي تسمية أخرى لا فرقوا وبالتالي أعتقد بيجد الانتباع بشكل أو بآخر حول مسار هذه العمليات لأن التنظيم لا إشكال في هذه التسميات ولكن يمكن أن يؤود تحت أي تسمية طيب أيضا في الحالة الليبية ما مدى أن تحدث حالة انصهار للفلول الهاربة من سرط فلول تنظيم الدولة مع جماعات أخرى مع الامتداد الجغرافي الكبير ما بين مدينة سرط وتلك الجماعات الموجودة خارج ليبيا في دول أفريقية أخرى مثل حالة مالي مثلا أو الحديث عن أن بعض فلول التنظيم الهاربة من سرط تتصل بشكل ما أو ربما تتعاون مع جماعة بوكو حرام الموجودة في أفريقيا ما مدى أن يكون هذا الأمر واقعيا في الحالة الليبية أعتقد أمر مطروح وهو مشروع وهو حاصل بمعنى أن هناك نوع من التنظيم بطريقة أو بخرى بين جميع هذه الجماعات رغم أحيانا موجود بعض الاختيارات وبعض التوافقات وبالتالي يمكن لهذه الجماعات أن تتحد في عمل وقد تتعاون بشكل أو بآخر هذا أمر تكرر دائما ويتكرر بشكل دائما وبشكل دائم ولذلك أعتقد بأن الحركات نحن نعلم بأن هناك عودة عودة بشكل أو بآخر أعتقد أن المقاربات العسكرية والأمنية المتبعة تسبحها سواء المجتمع الدوري والأتعاد الأمريكية برغنت عن فشل كبير دون وجود عن مقاربة متكاملة وشاملة تتعلق بالجانب السياسي والأمني والاقتصادي والعسكري إذا أعتقد بالنهاية يمكن أن تتقدم ويطرد التنظيم المناطق لكن يمكن أن في النهاية أن يجد أتباع أعتقد بأن لا تزال المنطقة قبلة في مشاكل عديدة ولكن هناك للأسف الشديد أي وضوح في نوع الإقرار والأمن على المدى المتوسط والبقية طيب سيد محمد فؤاد بحسب السيد بوهنية لا يمكن الرهان على المزاج الشعبي الرافض حاليا في ليبيا لوجود ما يعرف بتنظيم الدولة لأن هذا المزاج الشعبي يمكن أن يتغير أو يتبدل في حال إهمال الدولة ومؤسسة الدولة لإحتياجات المواطن في ليبيا خاصة وأن مسألة أن يقوم التنظيم ربما بالعودة في شكل جديد أو تحت مسمى جديد ربما تقرب هذه الفرضية يعني أنت تعرف جيدا طبيعة الشخصية الليبية هل هذه القاعدة العامة قابلة للتحقق في الحالة الليبية أم أن الشخصية الليبية مختلفة ولا تنطبق عليها هذه القاعدة هو ما ذكر الضيف الكريم يعني ليه شق الشق الأول أنه لا يمكن الاعتماد فقط عن المزاج الشعبي وهذا صحيح طبعا لا بد من توعي سواء لا بد من تغطية الموضوع الأمني من جهة هذا موضوع مهم جدا ومن ناحية أخرى دعم الشعب وإيجاد الظروف المناسبة فعلا حتى لا يترعى هذا التنظيم هذا لا شك فيه من ناحية أخرى هو الحقيقة أن مزاج الليبي أو الشخصية الليبية بعيدة جدا عن طريقة تفكير تنظيم القاعدة من الصعب جدا أن تجد الليبيين يستطيعون ينضمون حقيقة إلى هذا التنظيم وهذا شاهدناه أمامنا كانوا أقليا الليبيين ربما لا يتجاوزون من 20% وممكن أقل من هذا بكثير في أسوأ التقديرات كان ممكن أن يصل العدد الليبيين في هذا التنظيم إلى 20% ولا أعتقد أنهم وصلوا حتى إلى 10% طبعا ما لنناش إحصائيات الشخصية الليبية بعيدة جدا عن طريقة التفكير هذه هي طريقة التفكير التنظيم القاعي الداعش في الذات فلذلك حقيقة لا أتوقع أن مهما ساءت الظروف ينضموا إلى داعش هناك طرق أخرى الليبيين يستطيعون أن يعبروا بها عن استياءهم المشكلة الحقيقة هو الفراغ الأمني مثلا وخصوصا في الجنوب الجنوب كما يعلم الجميع شبه خالي من السكان الآن جزء كبير من السكان هاجر إلى أقليم طرابرس بسبب الظروف الأمنية وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة في هذه الأيام وبسبب إهمال الدولة الكبير لهم فجعل مناطق شاسعة في الحقيقة في ليبيا يعني لا يوجد بها أحد ويمكن بكل بساطة لتنظيمات عابير الحدود أن تسيطر على مناطق في الجنوب الليبي هذا لا يتخوف مننا حقيقة وليس أن انضمام الليبيين لعمل لكن أنت ربما ذكرت وعددني المقاطعة سيد فواد هنا نقطة مهمة يعني حركة النزوح التي تحدث نحو من منطقة إلى منطقة نتيجة نقص الخدمات وسوء الأوضاع في المنطقة الأولى عندما تتشابه الحالة حتى في الوجهة وجهة النزوح وتصبح كل الطرق مسدودة أمام المواطن للحصول على المستوى المرضي من الخدمات ألا يمكن أن يولد هذا ردة فعل تتناقض حتى مع طبيعة الشخصية الليبية لا يعني نحن شهدنا ست سنوات الآن الظروف الجنوب كمثال يعني سيئة جدا ورغم ذلك يعني شبه لم ينضم أحد للتنظيم لأنه كان هناك بديل وعذر المقاطعة سيد فواد ربما لأن الحل البديل كان متوفر في النزوح إلى مناطق يكون فيها مستوى الخدمات أفضل من المنطقة الأصلية للنازح لكن عندما تصبح الحالة عامة حالة سوء الأوضاع المعيشية في البلاد ألا يمكن هذا أن يخلق ربما تحولا جديدا غير مسبوك أو غير موجود في السابق هو لا أحد يستطيع أن يتوقع كل شيء حقيقة نقول أنه هو بعيد عن الحدوث احتمال ضعيف حقيقة أن الليبيين يتوجهوا إلى هذا التنظيم أي ليبي يعرف أن هذا الفكر مرفوض جدا من الليبيين صعب جدا أن يقبلوا به هذه حقيقة ولكن طبعا الأحداث علمتنا أنه ممكن أي شيء يحدث وخصوصا الأوضاع فعلا في ليبيا أصبحت كارثية ليس فقط في الجنوب بل في كل ليبيا أنا لا أتوقع ذلك ولكن اللي أتخوف منه أكثر من انضمام الليبيين لهذا التنظيم هو انتشار التنظيم أو انتشار عناصر هذا التنظيم اللي يأتوا من الخارج في المناطق اللي هي فيها فراغ أمني وسياسي واقتصادي بل وحتى سكاني كبير جدا في المناطق الجنوب والكل يعلم أن السيطرة على هذه المناطق الشاسعة شبه مستحيل من السيطرة أنه إذا فعلا استطاع التمكن التنظيم من دخول هذه المناطق يبقى طرده من ليبيا مشكلة عويصة وخصوصا أن الجيش الليبي الآن غير موجود وحتى يحتاج إلى التكنولوجيا متطورة للسيطرة على كل تلك المساحات الآن غير متوفرة وسنحتاج وقت كبير جدا لبناء جيش حقيقي يستطيع فعلا السيطرة على هذه المناطق الشاسعة الحقيقي وحدودنا طويلة جدا هذا الكلام يوجه للسياسيين الليبيين اللي هما في الحقيقة مشغولين بأمور أخرى بعيدة تماما عن الأمن القومي الليبيين طيب سيد أبو هنية مع الحديث عن استفادة التنظيم من مسارات الهجرة غير النظامية خاصة وأن هناك تقارير تتحدث عن أن التنظيم يسيطر على جزء كبير من هذه المسارات ويستفيد ماديا منها في حال مواجهة مشكلة يمكن اعتبار هذه ضربة أخرى توجه إلى التنظيم ما مدى حجم الخسارة التي تلحق بالتنظيم متى تم القضاء على مشكلة الهجرة غير النظامية بالتأكيد أعتقد لكن هذا يحتاج إلى عمل دولي كبير يعني يحتاج إلى كما عشار الضيط بيبيا منطقة ممتدة وواسعة جغرافيا هناك مناطق صحراوية وبالتالي الصعوبة السيطرة يحتاج إلى جيش فعلا وطن المركز وجهاز استخبارات قوي وتعاون قيمي وبالتالي تعاون دولي وبالتالي أعتقد بأنه على المدى المتوسط السنظيم قد يجد بعض الغاضبين يعني دعني نوعا ما اختلف في لاوما بالمزاجات أو بنوع من النمطيات لا يشعر من الشعوب الجيش للشعب العراقي كجسار الشعوب لن يكن يتقبل بل أنه ضرده 2006-2008 مناطق طيبرة ولكن ما حدث هو عمليات التقصى والتهميش مثلا للجيش العراقي بعد حل الجيش وقانون اجتماعات البعض جعل المؤسسة العسكرية فترة حكم صدى محسين تنضم هناك أكثر من 1200 من طباط القيادات الوسطى والعليا انضموا إلى التنظيم الشبكة الزرقاء وفي ذلك الوقت وبتالي شكلوا العمود الفقري لهذا التنظيم ولذلك نحن نخشى دائما من عمليات أي دائما هذه التنظيمة تتنشأ في دول فاشلة وبالتالي تنشأ في عمليات غياب الأمن والاستقرار والحكامة والشرعية السياسية ويمكن أن يعيد تموضع في منطقة خطيرة كمان أيضا في الجنوب البي مع موجود مناطس جنوب الصحراء والساحل ونشوء هذه التنظيمة ورغم أن الفرنسين بجهود عملية سيربال وبراخان لكن مع ذلك نحن نشائد هناك عودة إلى هذه التنظيمات هناك محاولات أيضا في بوكو حرام وحركات أخرى تتصاعد أعتقد أن المقاربات الأسكرية والأمنية علينا أن ندرك أنها ليست على المدى البعيد ناجئة قد تفيد جزئيا كما حدث مع طرز التنظيم أو كما يحدث اليوم مثلا في الآراق وسوريا لكن كما حدث من قبل مع طالبان لكن بالتأكيد علينا أن نكون متأكدين بأن هذه الحركات هي في النهاية تنشأ بسبب ظروف وشروط موضوعية نتيجة واختلالات الكبيرة في الدولة وفي داخل بنية الدولة والانتسامات السياسية والجهوية والقبلية والاستلافات الأيديولوجية وتضارب المصالح الأسلينية والدولية كل هذه أعتقد هي ظروف لا تزال حاضر الأسف الشديد وبالتالي مع مشكلة الحجرة ومشكلة الحركات العبر للحجود وشبكات التهريب كل هذا التنظيم أعتقد بارع ويمكن أن يستفيد من كل هذا ويعيد بناء نفسه ربما لا يشكل خطر للسيطرة المكانية في ظرف ربما على المدى القريب خلال ستشبور أو سنة لكنه يمكن أن يحدث هجوم ويباغث بهجوم وقد يسيطر على مناطق فارغة من نتيجة الصراعات المحلية طيب في سياق الحديث عن آليات مواجهة التنظيم إلى أي مدى يعتمد التنظيم فعلا على حركة الهجرة غير النظامية وما حجم الخسارة التي ستلحق به متى تم معالجة هذه المشكلة بالتأكيد لأنه التنظيم يسهل جدا يعني يسهل بشكل أكثر بعمليات الاستقباب والتشجيل باستثمار هذه الحركة الحجرة غير الشرعية وبالتالي استخباب من جنسيات عديدة في منطقة أعتقد دائما هناك في المتوسط بحسب لهم المتحدة ربما غرق أكثر من 5500 شخص بمحاولة الهروب نحو أوروبا إذا أعتقد التنظيم استثمر هذه الظاهرة وبالتالي وفر نوع من المداخير والموارد المالية قد يجد أنصار وأتباع في هذا استياق أعتقد هذا الأمر يتطلب بالتعاون ليس على مستوى المحل هذه مشكلة كانت عالمية كانت مشكلة إجراء عالمية فمشكلة الأرهاب هي مشكلة عالمية وبالتالي تطلب استراتيجيات إقليمية ودولية محددة على الجانب العسكري والأمني ثم إجراءات أي تلمذة تتعامل مع مسألة الشرعية السياسية والاستقرار وبناء الدولة وقضية قامة حكم يعني سيد فؤاد في سياق الحديث عن أليات المواجهة وسبل القضاء على التنظيم الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي متى تم تفعيلها هل يمكن أن تسهم في تحديد الأولويات وبالتالي تجعل من الحرب على التنظيم إحدى هذه الأولويات وعلى كما قلت سابقا حقيقة لا أرى أي أمل في السياسيين الموجودين عندنا ما نشاهده الآن من محاولة تطبيق بعض الترتيبات الأمنية في طرابلس يعني الكل يشاهد ما يحدث هذه الأيام في طرابلس من اضطراب الوضع الأمني ومن فتال الأمن تماما إلى الآن المجلس الرئاسي على سبيل المثال لها أكثر من سنة فشل في تكوين الحرص الرئاسي اللي هو كان المفروض أحد أول أولوياته في تشكيله إذا كان المجلس الرئاسي سنة كاملة لم يسمي المناصب الأمنية والعسكرية اللي هو المفروض يسميها بعد شهر فقط من استلامها السلطة وإذا فشل في تكوين الحرص الرئاسي بعد سنة وإذا شاهدناه يحاول تطبيق الترتيبات الأمنية عن طريق ميليشيات ميليشيات تحارب ميليشيات فكيف نعمل أن هذه الترتيبات الأمنية أو أي شيء آخر يمكن أن يقوم به الرئاسي أنه ينجح يعني هذا بعيد جدا عن الواقع وهذا خياله في الحقيقة هؤلاء السياسيون يعني عبارة عن مجموعة من الفشلة لا يستطيعون تقديم شيء الشباب هم من ضحى بأنفسهم وفقدنا أكثر حوالي 700 شهيد حتى نستطيع التخلص من داعش في سرط هناك أكثر من 100 شهيد في مدينة سبراتة حتى استطاعوا التخلص من داعش هناك بدون أي دعم حكومي وشهدنا أيضا في درنا يعني فقدنا أناس من خيرة الشباب في ليبيا لأنه حتى استطاعوا ترد التنظيم من مدينة درنا هذا كله بدون دعم لا سياسي ولا اقتصادي ولا أي نوع آخر من الدعم من الحكومات المتعاقبة على ليبيا هؤلاء السياسة هم فشل بامتياز حقيقة وضحت الفكرة وبها نصل إلى ختام حلقة العاشرة نشكر ضيوفنا الذين كانوا معنا عبر سكايب من روما ناشط سياسي محمد فؤاد وعبر الهاتف من عمان الخبير في الجماعات الإسلامية حسن أبو هنية وأيضا شاركنا النقاش في النصف الأول من هذه الحلقة معاون آمر غرفة العمليات الميدانية بسرط الهاديدراه وكان من المفترض أن يشاركنا أيضا النقاش عبر الهاتف من سرط نائب رئيس لجنة إعادة النازحين إلى سرطة حديد لكن للأسف تعذر تأمين الاتصال معه على كل نشكر جميع ضيوفنا وأيضا الشكر لكم مشاهدينا في أمان الله اشتركوا في القناة